اشتركوا في القناة في اليوم نهار روينا ونهار تامارا خليت الكوزينة في الليل عمرة ما عند الصراحة قص وما قديش نجمعها في هذا كل الليل وحتى الصباح عد نطليها منها غاد ينجمع ونوجد الغداء ديالي مهمة انتما معي ان شاء الله في هاد الغوتين هاد يل هاد النهار اللي غاد ينطاق تاجي معكم يعني تحنا ماشي كون عدنا لابي غوز الدنيا ديما مجموعة راتحنا كون عدنا الدار مرونة الدنيا مرونة فاهم على الوليدات لم يكن يبقى في بلاسة ثم كيف ينتظروا معي سوف ندرجع الميعنات وكن نحيد مجموعة ونضعوا في البوبيل ونعزل الميعنات اللي خاصة ينجروا الميعنات ونجروا باش نوجد الغداء و قبل ما نوجده الغداء سوف نتحدث معكم البنات واحد البخودوي اللي تناخده من بيم كي خلي الأنوكس غزال يعني غزال هاد أباسي لبنات أنا هو اللي كن نغسل به اللي بيه كنغسل به بزاف دي الحويجات ريحة ديالتو زوينه و او مامطن كي خلي واحد اللمع اللي غزاله وهذا ما تيختانيش البوطة البوطة البنات أنا راترش في هاد البخودوي و غير تنمسحها 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 كتبقى البنات كتشعل و أخي يكونوا فالبقع و أخي تكون ملمع كترجع نقية و خلاصة البنات فصافي هنا غد نكمل الميعنات ديالي قولوا لي يا بليتو كتوجدوا سيدنا رامدان الله يدخلوا علينا و عليكم بصحيحة و السلامة و طولة العمر إن شاء الله بديتو شي توجد بديتو شي تخمال احنا را معروفة الفيومات يقرب شي مناسبة خال ضروري بنادم يوجد شي حاجة و بطبيعة الحال رامدان بوحده يعني خاصك توجد ديالي شبكية ديالو سلو تكوني مجدى الكوزينة اللي هي أهم حاجة اللي كيكون بنادم كيقرس فيها كشر من اللقياس لأن توجد ديالفطور و هاد حتى شي حاجة مساهلة مهم أنا بغطاشيش معكم هاد نهير هنا يراه الخضراء شريت غير هادا شلي غد ينقدي بيه كتما زل و مقضياش خلاص صفي غادي هده بان بسح بطاجي ديالي و غادي هنبدأ في التوجه ديال اللي غدا ديالنا اللي تاو غادي هن بغطاجيه معاكم و حاد الحوته فالفرال اللي كيجي البنات الجيد و صافي مهم هنتم معايا و من بعد ما نقينا الكوزينة كيف ما شفتم معاي كل شي لرينجلايت صافي البنات غادي هنبدأ المغينا ديال هاد السامك اللي غادي نحتاج فيه الملحة التحميره البزار الخرقوم بشوية الكامون نحتاج فيه الحامض و زيت نباتية مهم هنتم غادي نشوفوا معايا الطريقة اللي تندير ليه و غادي نخليه مرقق الوحد المدة ديال الساعة علينا ما نوجد لي الخضيره دياله و نوضعه في البلاه فهد البلاه هاده انا كيجيني بخاتي كنقض هد البلاه منها سافي كنخلي الحوتة ديالتي شوية اه اه مرقدا في هد المغيناد و كنوجد لها الخضيره دياله و سافي كنتقضي بها في الفران اه خيده لها الوقت ديالها عندي العبار دياله يعني وخه تنبقى نشقه و لا نقضيف شي حاجه ما تنبقى جيره بالي مع الغداء مهم هنتم غادي نشوفوا معايا طريقة اللي تندير نسيت البنات الثومة و الزيت البلدية ما ذكرتها لكم حتى يشلتة الفوصص و لا ربعة اعرفشو يا البنات انا تنمونطي في الفيديو وتبارك الله ما شاء الله عافتو خيرات ربي فشتا الحمد لله والله ارحمنا والله اعطالينا على قد النسع اعرفشو واحد الجو اللي غذر لا تنبقى جيره معكم واحد الخضورة واحد اجواء اللي رائعة اكيد ان شاء الله سوف ينبقى جيره معكم واحد الجزء وتشوفوا معايا على امطار و على خيرات الحمد لله و هنتم غادي نشوفوا معايا الطريقة كيفما قلت لكم الحامود سوف نضيفه و نقصبر المعدنوس و سوف نجمع المغينات و سوف نمرر السمكة و نجعلها و نجعلها المدة مهم لما نوجد الخضره و البلا سوف نضع السمكة مهم انتم معايا حتى الاخر فيديو سوف نقصد نوضعها في الماء الطائب البنات لا تريد أن نسلقها لكي لا تتعجي سوف نوضعها في الماء الطائب سوف ننقل الخضيرات نقطع كل شي تخونج ثم ننقل الخضيرات سوف نأخذ هذا الصوص هو الذي سوف نوضع فيه مضحة للماء الطائب سوف نضيف للماء الطائب وضع البصلة للا تحت سوف نضع فق منها البطاعة و من بعد سوف نضيف للماء الطائب و الفلفل وسوف نضيف فق منهم الاصص سوف يطيب في هذه المراقب البنات سوف يأكل فران الأحساب هو كيف تعود طيب السامك على درجة 180 درجة سأقوم بفران على حرارة 180 درجة و مرة مرة أكيد نقوم برؤية ما يشاهدون فيه فهذا قدمت البلاديالي و هذا سنجمع معي و سأجمع كوزينة و وقوم بغضاء فهذا قدمت الحرارة أعطا لكم سأجمعه اشتركوا في القناة 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 سوف نضع الكيك في الفرن على درجة الحرارة سوف نضع الكيك في الفرن على درجة الحرارة سوف نشعل الفوق والتحت ولكن من الأحسن تشعل التحت على ما تبالك بدأت تدخل هالطياب عاد تشعل الفوق بالنسبة للصوص اللي استعملت للأسف الكاميرا طفعت لي وما رديت لي هاش البال قدرت واحد كاس سيت نس كاس زيت نس كاس سانيدة ونس كاس ديال نيدو وكاكا وشاسي ديال كاكا ووحد الشاسيات وطلعتهم في المولينكس كيجي البنات واحد الصوص اللي زوين وعاقد للأسف أنني ما وقفت لي الكاميرا وما رديت لي هاش البال فكان هدا هو الكيك ديالي كيجي البنات لديدة وشوفوا معايا هذيك الكريمة وذيك الصوص اللي قلت لكم كد شي رائعة ان شاء الله فكيك اخر ونعود باقتاجيها معاكم اللي كيجي القوام ديالها غزال فكان هدا هو لا فيديو ديال اليوم كنتمنى انه هنا الاعجاب ديالكم وكنتمنى مش بخلوش اللي بلي لايك ديالكم وبالتشجيعات ديالكم وبلي كومنتر الزوين اللي كتفرحني ومش بخلوش اللي بالبارتاج اجمال الحباب بالصحاب باش تعمل فائدة و القناة ديالتنا تعرف و تزيد تعرف و مبقالية غير نقول لكم السلام عليكم تلاقاوك في فيديو جديد و فيلوغ جديد ان شاء الله